بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم إن شاء الله دائما بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط شلح وحل كتاب الطالب الملون والكراس أيضا اليونت السابع اليونت سفن الكورس الثاني لسن ثري الدرس الثالث الصفحات الرح نأخذها من الكتاب الملون 55 55 والكراسة 87 88 87 لسن ثري شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم وتشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحافزة المشجعة شاركوا لكي يتعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشرة والدال على الخير كفاعله شكر خاص وتحية خاصة لأبطالنا ومتابعين الناجحون الأوائل أبطال الإنجليزية مع وائل الشطار المتفوقين اللي دا يرفعون راسنا ودي حققون نسب نجاح عالية ودرجات كلش رائعة ربي وفقهم وإن شاء الله أتمنى لهم ودعو لهم بالنجاح الزاهر والمستقبل الزاهر والنجاح الباهر إن شاء الله يا ربي ونشكر أبطالنا اللي دا يعلقونا بتعليقات كثيرة في سبيل يدعون القناة ووصل الفيديو الأكبر على الممكن يا أبطالي شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع اليوم إن شاء الله راح نبدي بس كم ملاحظة أنه اللي يريد يتابعنا إن شاء الله كل يوم ساعة 8 راح ننشر لكم فيديو يخص محاضرة عن إنجليزي أول متوسط فاشتركوا فعلوا الجرس وتابعوا إن شاء الله والإنجليزية مع وائل موجودة بكل مواقع التواصل الاجتماعي قدرون تتواصلونوا إيانا على الإنستغرام وعالفيسبوك والتيلجرام واليوتيوب أوكي يا أبطال وإن شاء الله استاذ وائل لديكم لا خوف عليكم وهذه أرقام التلفونات ما لازم نرشد دار العرجي اللي يريد يشتري نسخة من الملزمة ذات أو مكتبة أو أنت أستاذ ولي أمر طالب فتقدر تواصل إياهم وهذه خدمة التوصيل سوا اللي يريد هاي أرقام التلفونات ما للتوصيل وأي تغير يصير يقولكم بإن شاء الله بالنسبة لأبطالنا اللي يريدون يساهمون في مساعدتنا بإرسال نسخة من أسئلتهم أسئلة الإنجليزي مع الامتحانات أي امتحان يومي، شهري، فصلي، نصف سنة، نهاية سنة، نهاية كورس أول، نهاية كورس ثاني وراء ما يخلص امتحان دزلنا الصورة ودزلناها ما يخضرتك أستاذ أو والي أمر أو طالب وأي مرحلة متوفرة بيتكم مبتدائية، متوسطة، عدادية، مواتك، ما لإخوانك، ما لقرايبك وأي صف يجي أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس دزلناها على صفحتنا بالفيسبوك، الإنجليزية مع والإنجليش وذوال أو على حسابي الشخصي اللي هو والحيدر بالفيسبوك، بالمسنجر، تقدر تفتح الكاميرا مع المسنجر تأخذ الكيو آر ماتة هذا الرمز ماتة الضوئي وراح هو يفتح لك أهلاً وسهلاً بالطلاب اللي اشتركوا جدد بقناتنا الإنجليزية مع والإنجليش وذوال وفعله والجرس خلني يدخل على قوام التشغيل اللي تفيدك إليك أو المتوسط، تفيدك قام التشغيل الإنجليزي أو المتوسط لدروس الفادتك وذا أخوك قرائبك صف سادس ابتدائي فأنا أصحاب أنه يدخل على الإنجليزي سادس ابتدائي الجديد زين نبدأ درسنا بسم الله يونت سفن، يونت السابع والدرس الثالث لسن ثري هالمرة عندنا warning to parents التحذيرات إلى الوالدين أولياء الأمور للأم والأب نسوي تحذيرات أو حتى لكم أنتم الكبار اللي مسؤولين على أخوانكم الصغار فهي تحذيرات تخصكم بالدرس السابق أخذنا التحذيرات لتخص الأطفال إحنا كشخص أو أنت كشخص تحذر الطفل رأسهم و تحذيرات تحذيرات للوالدين فشان هو يسألك و إنتسألك و loves من تحذر رأسنا تطيه السابق هالمرة بالتحذيرات للوالدين الوالدين راح يسألون إلى أخوانكم لماذا ما يغلونه؟ شنو السبب؟ لماذا تريدون أن يمنع الطفل عن هيد شئ؟ فرح نوضح لهم السباب اوكي عدنا البوزاتيف بوزاتيف رح ناخذ الإيجابيات والنغاتيف السلبيات المطلوب يقول لك read the posters and try to work out the meaning of new words اقرأ البوستر اذن الملسقات المنشورات التوجيهات العلانات وحاول وحاول ان تجد المعنى للكلمات الجديدة بالمناسبة هذا سوالف التحذيرات وهذه الأشياء والتنبيهات والمخاطر ترى ما اخذيها العام بالصف السابس إذا تذكرون unit 6 كله كان يحكي على هاي الأمور والaccidents والسوالف فرجعوا ذاكرتكم وذكروهم كل هنالأشياء ما اخذيهم وقاريهم ما رح يكون جديدات عليكم كلها ما اخذيها العام صف السادس الابتدائي والماتشيز وهالسوالف أغلبهن ما اخذيهن ما اعتقد رح يتواجهون بي الصعوبة إن شاء الله زين نرجع على درسنا نقول يا الله اللي مطلوب السمن عندنا هنانا يقول لك إذن البوسترات رح تشوفوهن وين تلقوهن مثلا احتمال تلقوهن بالمستشفيات احتمال تلقوهن بالعيادات الطبية احتمال تلقوهن بالمولات احتمال تلقوهن بالمدارس عدة أماكن أكثر شيء هي المفروض بالبيت يعني واحد ذا يسألك وين أكثر المخاطر اللي تواجهه وتصير الحوادث وين فأكثر المخاطر إذا سألتك مثلا قلتلك لماذا التحذيرات هالمرة تخص الوالدين رح تقول لي لأنه بسبب أكثر وأغلب الحوادث تحدث في المنزل في البيت فلازم نوعي وينثقف وينوجه وينحذر الوالدين على مود هما يعرفون يحمون أولادهم وذا سألتك أين أغلب الحوادث تحدث؟ رح تقول لي في البيت أغلب الحوادث رح تحدث في البيت رح نجي أكو كلمات جديدات هسا نسأل فين out of the reach of out of the reach of اللي هي يبقى أبقيه بعيدا عن متناول والأطفال هسا نأخذهم وkeep away from يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال والlet هي معناها الآخر allow اللي هي يسمح بذلك نزيل لأنه أشياء كانت مهمة أساسيات هسا رح نيجي على بالتفصيل يقول لك where do most accidents happen؟ هذا السؤال اللي سألنا أين أغلب الحوادث تحدث؟ وين تحدث؟ أغلبهم؟ المفروض الجواب ما أتناه رح يكون هذا at home داي يسألني هو هو يقول مو قال لي أين أغلب الحوادث تحدث؟ فشيدي يقول لي يقول in the street في الشارع on the beach على الشاطئ at school في المدرسة كل هنا يقول لا كلا ما يحثان هناك هنا تصير حوادث موصول بس أغلبها أكثرها وين؟ بها الأماكن؟ لا most accidents happen at home أغلب الحوادث تحدث في البيت بالبيت انتبهت هنا أنا at home هناك جانت in the home أو in your home إذا كلمة home بوحدها فنحطوا إياها at إذا أكوا إياها فتكلمة لأخف فرح تصير in وياها أوكي يعني in the in your home أوكي فأغلب الحوادث تحدث في البيت don't let accidents happen in your home لا تسمح للحوادث أن تحدث أو أن تكون في بيتك لا تسمح للمشاكل للحوادث للإصابات أن تحدث في بيتك هذا التحذير للوالدين انثقفهم ونوعيهم حتى ما يصير الحوادث المشاكل ببيتهم لأطفالهم على اعتبار أن أنتهم أكبار إن شاء الله ورح تصنون بالمستقبل يعني أولياء أمر فتهتمون بنفسكم وبأخوانكم وبالمستقبل وبأطفالكم فإحنا استخدمنا وتعلمنا من نريد نسوي التحذير فنستخدم كلمة don't أو كلمة never وراها فعل مجرد عمنا نقول لا تسوي هذا الشيء وراها الفعل مجرد أول بوستار ويانا هنانا راح ناخذه اللي هو ريدي أعلمنا هالمرة على positive positive الإيجابيات وال negative السلبيات من الـ positive warnings الـ positive imperatives الإيجابيات التحذيرات الإيجابية والأوامر الإيجابية اللي هي نحن نستخدموا إياها always اللي هي دائما والـ negative هي من اسمها negative بـ not فتريد never not never negative تريد تنفي تريد شيء سلبي إنما منسج تقول للشخص يعني سوي هذا الشيء فرح تخلي له always منسج تقول له لسه وهذا الشيء فتقول له never always keep medicine out of the reach of children دائما احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال دائما يحفظ الدواء بعيدا عن وصول أو متناول الأطفال children قلنا هي المفرد mother child الجميع children احتمال تجيك انتبهتوا إنه هو إحنا كصيغة أمرية خلينا الفعل مجرد وهو أول كلمة بس داريد نأكد ونشدد على إنه هذا الشيء لازم يصير وبطريقة إيجابية دائما أقول عليه فتخلينا always إنه هذا لازم شيء يبقى بعيدا عن متناول الأطفال فخلينا always أول شيء لأن تجي قبل لأن هي دائما مكونها قبل الفعل الرئيسي never picture number two poster two never let children play in the kitchen أبدا لا تسمح للأطفال بأن يلعبوا في المطبخ أبدا لا تسمح للأطفال أن يلعبوا في المطبخ أبدا ممنوع ممنوع تسمح للأطفال يلعبوا في المطبخ اللي إيش إحنا هاي هم ما شرحنا هسن رجع لها الصور ليش نتسمح لهم لأنه راح مثلا مثل هذا الجدر ده شوفوا عن نار محطوط على الطباخ فده يحمه بمي حار الواحد ما يدر هو كطفل مي حار وشوف شون دخان ما تده يطلع بخارة هو ده يلعب عباله يشفد لعبه يجي ويضربه هذا شي صير بالجدر يوقعين كب فوقه في يحرقه الحرق مو بس يجي من النار يجي حتى من الأشياء الحرة سواء الحرة هم تحرق فأما هو كل شي صغير ما راح يتحمل الأنم ويموت بيها لا سمح الله أو هو يتحمل بس راح يشوه جسمه يصير تشوهات وآلام وأوجاع وأذية وهاي الصورة ما شرحنا اللي هيقولك ابقي الدواء بعيدا هذا الدواء الدواء الأطفال ما يعرفون هذا الدواء ويستخدم فقط للمرضى عبالهم أسقول حموض حلو شوكليات حلويات فيجي ويدياكل هن وأي شي هو يحب يجربه بحلقة ويذوقه فهذا رح يسبب للمراض وهذا رح يحرق بوم البوستر يقولك دائما أحفظ السكاكين بعيدا عن متناول الأطفال بعيدا عن الأطفال لي لأنه انتبهت أنه هاي الطفلة ما تعرف لزمة السكينة وجرحة إيدها عبالها هيك يعني كلعب عبالها قلم تكتب على إيدها ما تدري خلتها عيدها جرحتها السكينة تكون حادة فأذتها طلع دمها قامت تبتشي فلازم نفهمها ونبعدها أصلا عنها مو بس نعلمها ولا أهم نبعدها لأنه هي نوبات متعرف النايف النايف الكي ما ينقري لأن لأن موجودة والنايف هي بالأف كانت قلبنا الـ لأف لأف وضفنا إي أس لأن نجمعها نايف لأن نايف لأن نايف لأن نايف لأن سنعيدها لانه هم هم ما يعرفون شوف مثل هذا ذاب روحه بالمي وعباله انه حلو انه يظال يشرب مي ويغطس لي جوا كلش كلش ويغرق نفسه حد ما يتأذى واختنق والله ليس هو احتمال يموت به البوستر 5 قولك ابدا لا تسمح للاطفال بان يلعبوا مع اعواد الثقاب والشخاط ليش لانه يحرقون نفسهم هذا يغرق نفسه هذا راح هذا قلنا وهذا يحرق نفسه فلا تسمح للاطفال بان يلعبوا بعواد الشخاط الثقاب الكبريت مفرد 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 ما راح تصير كعودة الثقاب لازم تصير مباراة أو كذا أو توصيل المهم فشفتوا ما يصير لانهم عبالهم فالشيء حلو يظلون لعبوا البنيا هي للاستخدام الأشياء المهمة نعليق بها الطباخ أو نعليق بها شمعة أشياء مفيدة مو حتى واحد يحرق الروحة المهم البوستر سيكس يقولك دائما أحفظ الأكياس البلاستيكية بعيدا عن متناول الأطفال لتشياسة بعدها لأنه ما يدري هو يحطها على عبال ذي الواس قناعي يحطها على راسه ويخنق نوحه ويتأذى فأتى بعدها عنه على مود ما يصير بشيء الوورنينجز اللي هي خلص كيونت ثري كيونت سيفن لسن ثري ما بي شيء كلش مهم بس هسا رح نشوفكم ذني أكو بعض الأساتذة يجيب من عندها أسئلة أتمنى أنه أساتذتكم رح يتجاوزوها ويعبروها ويسهلوها عليكم لأنه كو أشياء غيرها أهم بس إذا أرادوا فحنا رح نشرحها بلسن ثري بالاكتف تي بوك بالكراسة يقول لك كومبيت these conversations about the posters on page 55 of your students book complete أكمل these هذه conversations about the posters الملسقات المنشورات on page 55 على الصفحة 55 ما الكتاب الملون of your students book من كتاب الطالب الملون رح تيجي صير محادثات بين أشخاص رح نيجي إحنا نقرأ هون يقول لك تحذيرات use نستخدم always كلمة always أول كلمة نخليها تحذيرات 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 من أجل التحذيرات الإيجابية من أجل التحذيرات الإيجابية أجل التحذيرات أجل التحذيرات أجل التحذيرات لا تحذيرات بس فكرتهم للسهولة حتى نختصر الوقت أنا يقول نقرأ بس هاي المثال البقيرة هنروح بالدليل يقولك never let children play with matches أبداً لا تسمح للأطفال أن يلعبوا مع الأعواد الثقاب الشخص why not لماذا لا ها بين مناسبة we never بالمحادثة من يحتي شخص يستخدم never فمن واحد يجاوبه رح يقول له why not بس من شخص رح يستخدم always رح يجاوب الشخص يقول له why ليش شنو الفرق من يقول never لا فتا تقول له لماذا لا why not ليش لا بس من يقول لك always سويتي فتقول له ليش أسويتي never فتقول له why not لأن هي نون تريد نون never not بس ال always ما وياها شي فبس تقول له why never تقول له why not والalways بس تقول له why دي يقول لك أبداً لا تسمح للأطفال يلعبوا بالشخص فرح يقول له why not لماذا لا لماذا لا لماذا لا ليش لا they'll burn themselves هم سوف يحرقون أنفسهم البقية مثلا هاي always keep medicine out of the reach of children out of المفروض نكتب رح يقول why لماذا they'll make themselves sick رح يخلون أنفسهم مريضين خلينا نطلحها قبل أسهل وأسرع حتى تكون هنا قلنا نستخدم ال why not إذا أكو never وال why إذا أكو always قدت لكم إياها البقية رح نجي قبل على الأجوبة ال answers حتى نختصر الوقت وشوفكم هاي شي كم مثال شوان مثلا جايات ببعض الأساثة جاي بها وإن شاء الله أنهي الفيديو يقول لك number one هي أصلا شانت محلولة never let children play with matches أبدا لا تسمح لأطفال أن يلعبوا بعواد ثقاب رح يقول why not لما لا they'll اختصار مع they will وراه يفعل مجرد كتنبؤ بصيغة أمرية مستقبل بسيط future simple they'll اختصار مع they will they'll burn themselves وضمار العكاسية سولفنا بها إنه إذا أكو they ناخذ themselves إذا أكو we ourselves I myself واسولف ضمار العكاسية أخذناهم درس الفات وشرحناهم وسولفنا بيهم ودا تعود هاي they will themselves كل هذا تعود على children children و child مفرد و children جمع ودعما بالصيغة الأمرية قلنا ده نخلي الفعل مجرد بالnegative ده نخيلها never وبالpositiv ده نخيلها always بس هو دعما ده يكون أول أو ثاني كلمة ومجرد والفعل اللي هو أيضا ورا الول فديكون مجرد زين number two قلناك always keep medicine out of هذه كانت فراغ out of the reach of children دائما احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال why لماذا ليش they'll make themselves sick لأن هما راح يجعلون أنفسهم يصيبون أنفسهم بالمرض أوكي راح يخلون أنفسهم they'll make themselves sick راح يجعلون أنفسهم مريضين أوكي يصيبون أنفسهم بالمرض البعض البعض number three يقولك always keep keep هي فراغ always keep knives away from children الaway أيضا فراغ ذني كان الفراغات فتا من السحل always keep knives away from children دائما احفظ السكاكين بعيدا عن الأطفال راح يقول why هاي فراغ why ب number three وصلنا why ليش لماذا لأنه راح يقول they'll cut themselves إذا يلزمون السكين فش راح يصيبون يجرحون نفسهم cut themselves الكت فراغ البعض number four يقولك never let children play in the kitchen أبدا لا تسمح الأطفال ينعبوا في المطبخ number four children play in the هاي فراغ أربع كلمات children play in the هاي فراغ أبدا لا تسمح الأطفال ينعبوا في المطبخ why لما لا لأنه كنا فقلنا why نتبهت على هيد شي why not كلها فراغ لازم تخليها why not لو إنتبهت ودعا أقولها عدة مرات ويا always نقول why ويا never نقول why not انتبه فش راح تجاوه راح تقول they'll heart themselves هم سوف يؤذون أنفسهم راح يؤذون نفسهم أوكي بالمطبخ راح تعوف بوحدة فما يعرف يصرف فراح يؤذي نفسه الهارت خلينا يعني هي حطها بالفراغ مال number four البعد ه راح نجي number five و number six number five يقول هاي كلها فراغ أصلا الحد never let children play in pools alone أبد لا تسمح الأطفالين يلعبوا في أحواض السباحة لوحدهم هاي الهنان كلها فراغ never let children play هاي كلها فراغ أنه لا تسمح الأطفال يلعبون بأحواض السباحة بوحدهم فمدام أكون أفرش فش قل لأ أقول لأ 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 why not ليش لا ليش تقول لي لأ تخليهم هاي فراغ كلها why not الجواب أصلا الجواب كلها رايدة فراغ الجواب كلها على الغيب لأنه they'll drone themselves هم سوف يغرقون أنفسهم أوكي they'll drone themselves هم سوف يغرقون أنفسهم و هاذ كل هقل فراغ number six number six كاتب لك always keep plastic bags هاي اللي هنا كاتب البعد كلها فراغ out of the reach of children هاي كلها فراغ والوراها الواي فراغ والthey'll kill themselves هم فراغ فكل هن ذنين حلا كل واحدة بالسطر المخصص لها رتب كتابتك وزرغ كتابتك بحيث كفي موض تطفر على سطور زيان خل نفهم كياه always دائما keep احفظ plastic bags الأكياس البلاستيكية out of بعيدة عن the reach الوصول أو متناول الاطفال of children هاي العبارة اصلا اذا تحفظها حلوة ومفيدة تفيدك رح تنتبه عليها بكل اشياء تلقاها يعني مثلا شامبو مع غسل للشعر رح تلقاها مثلا غسول مع الاد رح تلقاها عطير رح تلقاها مثلا ديتول وهالسوال في معقمات رح تلقاها فدوة فد عصارة فدشي رح تلقاها ملاعيب ناعمة او خرز او هاي او صوتشام او شو سموهم رح تلقاها مكتوبة اشياء ادوات مطبخة منشون يكتبوها عليها ليش لانه يدرون انه هاي الاشياء مو صالحة لأطفال فيكتبو لكيها فدع تحفظها يعني هما تفيدك بحياتك تفيدك يعني مو تقول بس ها عمد الانجليزية رح تفيدني اصلا بحياتك رح يشوفها حتى ليش تعجب حتى تعرف انه هاي دايق الزون هاي شكذا وكذا انه بقي الاشياء هاي بعيدة عن اطفال فمدام اكتبو هاي رح نقول لي لا و لا احتمال تجيك اختيارات في حتى تجاوبة رح رح يقول كجواب اخير رح رح تقول لك ليش تقول هاي سوف يقتلون انفسهم اطفال مايعرفون يصرفون فاحتمال يقتلون روحهم ويخنقون نفسهم بهذا فلازم نبعدها عنهم اوكي زين هسا هنا انا اش عدنا عدنا اكو هيتش اسألة جاية كانت اكو هيتش اش 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 اريد اسألكم بيها للفائدة يقول لك نحن نستخدم never لو always اللي هي دائما يعني ابدا لو دائما for positive warnings للتحذيرات الايجابية شنستخدم للتحذيرات الايجابية ويا positive شنستخدم never لو always فالجعوب صحيح لازم يكون always اوكي عكا اختيارات حتى ما لتجي وهنا يقول لك we use never for positive or negative warnings نحن نستخدم never من اجل التحذيرات الايجابية لو السلبية positive لو negative ف never اخت نستخدم ها ويا negative ها محتمال تجيب طريقة اختيارات و علمتكم مثلا ما why why not هم قلت لكم عليها خاف هم تجيب اختيارات وهنا هنا يجي يقول لك مثلا never لو always knives away from children السكاكين بعيدة عن متناول اطفال فيقول لك ابدا لا تخلي السكاكين بعيدة عن متناول اطفال لو يقول لك دائما خلي السكاكين بعيدة عن متناول الاطفال هاي على فهمك فأكيد always الجواب الصحيح يعني دا يقصد دائما احفظ السكاكين بعيدة عن متناول الاطفال لا تخليها قريبة من يومهم حلوات سهلات والواي والواي نوت حتين بيهم يا رب ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة